تفاصيل المراني النهاردة يا كريم بدأ المران تمام الساعة التاسعة والنصف الميستر ميكيلي يانكون مدرب حراس المرمى ونقدر نقول وحدة تدريبية مهمة جدا مع حراس مرمى النادر الاهلي صطفى شبير ومحمد شناوي وعلي لطفي ايضا من الامور المهمة جدا اللي انا عايز اتكلم بتبقى من خلالك يا كريم ومن خلال الانهواند وخلال القناة النادر الاهلي ودي يعني هتبقى من الاخبار صار جدا لجماهير النادر الاهلي ان صالح جمعة بيدخل حسابات مستر ريني فيلر بدءا من المباراة القادمة بإذن الله صالح جمعة بيدخل حسابات مستر ريني فيلر خلاصه بيبدأ ان صالح جمعة يكون واحد من العناصر ان شاء الله لمستر ريني فيلر والجهاز الفني للنادر الاهلي هيبعتمد عليها في الفترة القادمة بدأت مرحلة التجهيز بالامس صالح جمعة بدأ وقدى مران اكثر مرة النهاردة بيؤدي المران وزي ما يعني بقول لك كده إن شاء الله تبقى بداية خير إن شاء الله صالح جمعة ويكون واحد من اللعيبة المؤثرة في النادلالي نتمنى له التوفيق بإذن الله تفاصيل التدريب زي ما نتابعين النهاردة وهو واحد من التدريبات القوية جدا للنادلالي من أجل الاستعداد لمباراة الجونة اللي هتكون يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله غدا الفريق هيستأنف تدريباته في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا من أجل الاستعداد لمباراة الجونة لو بنتكلم أيضا يا كريم عشان نحط الجماهير أكتر في الصورة محمد محمود بيقادي البرنامج التأهيلي في المرحلة الأخيرة لأخيرة لي خلال أسبوعين محمد محمود هيكون موجود في التدريبات الجماعية للنادلالي أيضا كهرباء واحد من اللعبين اللي هيبدأ يكون موجود مع النادلالي في الصورة يعني إيقاف محمود كهرباء هينتهي عقب مباراة حرس الحدود يعني بيتبقى الكهرباء أربع اللقاءات في الإيقاف بدءا من لقاء الجونة ثم لقاء المصري ثم لقاء ودي دجلة ثم لقاء حرس الحدود عقب لقاء حرس الحدود هيبقى كهرباء واحد من اللعبين النادلالي هيقدر يستفيد منه في المبطولات المحلية سواء دوري أو كأس مصر أيضا لو هريتكلم على حسين الشحات خلال يومين أو تلاتة حسين الشحات هيبدأ البرنامج التأهيلي يكون واحد من اللعبين الجاهزين خلال الفترة القادمة الجميع بيرفع شعار أننا التركيز على هذه المرحلة ضرورة إسعاد جماهير النادلالي ضرورة التركيز على مباراة الجونة واحدة من المباراة المهمة جدا للنادلالي دي يا كريم تقدر تقول كل التفاصيل كل الكواليس أليس